اليوم سوف نتحدث عن تقنية تقنية اعطيكم الوث عنها اول شيء تكنية احد يتمضر مختلف عن طريقة كالعادية دائما نقرأ الى كل الحال ابدا على القراءة دائما انك تكون معافي كل الكلمات حتى لو مستوىك متقدم. فأصلا إنك تقرر القطعة ما رح تفهم شي فحتر تروح تروح للاسئلة هتضطل انك ترجع مراتين وثلاثة مرات وفي النهاية مو عظم إجابتك رح تكون غلط. فهذا الشي بياخد وقت إجابتك حتى مغلط وفي النهاية من تفاهم الفكرة بشكل عام. في طريقة أفضل منها اللي هي تكنيكة حاد وهذا اللي بتكلم عليك. خطوات رح تقلب لك قسم القراءة. أنا من الناس البديث بمدرجة ثلاثة وأقوى درجة جبتها في القسم القراءة. جبتها مني ونصف فآخر اختبارين دي. تكنيكة اسمها تكنيكة حاد لأنها ثلاثة خطوات. حا ألف دال. حا حدد العنوان. ألف اقرأ الأسئلة وحللها ودال دور على الإجابة في مكان الصح. مرة ثانية حدد العنوان اقرأ سؤال وحللوا ودوروا أجابة في مكان الصح. صراحة ما أبغى تكلم كرام نظري كثير. أبغى أوليكم الشيء على طول نبدأ فيها عمليا. فحنحل أسئلة صح وخطأ في البداية وأبغى أعطيكم مثال. الخطوة إنه نقرأ الجملة الأولى ونحدد ليها عنوان في كل فقرة. الفقرة الأولى ثانية ثالثة الرابعة الخامسة السابسة السابعة تمام؟ دائما عندنا في الآيوز من ستة إلى تسعة فقرات. فأقرأ الجملة الأولى فيها وحط العنوان هنا. خلينا ناخد الموضوع عمليا. أول حاجة خلينا ناخد مثال. نبدأ بمثال واحد. أول شيء قبل ما أصلا تبدأ في هذه الخطوة عليك تكرر العنوان. عشان تفهم إشو الموضوع تمام؟ The Lost City المدينة المفقودة. An explorer's encounter with the ruined city of Madriash. The most famous icon of Madriash. الحضار حقتهم. أبغاكم صراحة بصراحة تمام؟ مين فهم كل الكلام؟ مين فهم هذا الكلام المكتوب؟ معظمنا ما قدري يفهمه. معظمنا يدوبوا فهم city، يدوبوا فهم lost، يدوبوا فهم explorer، بعضكم فهم encountered، بعضكم فهم هذا الشيء الحضارة تمام؟ فأشياء بسيطة نجد أن يفهمها صح ولا لا؟ وهذا هو اختبار القراءة، الاختبار زي ما هو، هذا مو معناه أنه مستحيل أجيب الستة والسبعة، ترى مرة يمديك، التكنيك هذه أصلا بناخدها، أنه هذا الشيء موجود على أرض الواقع، معظمنا لما يدخل الاختبار يرتبك ما هو عارف، يحاول يصارع مع الوقت، وفي نهاية يجيب الأربعة والخمسة، ويقدر يطورها إلى الدرجة أعلى بهذا التكنيك إن شاء الله، اللي قدرت يفهمه هيكفي، يعني دائما لا تحط نفسك في الارتباك، لا تقول المني عارف والمستوى ضعيف، اللي انت فهمته بيكفي، البعض يجي يقول عبر رحمه، ترى الاختبار IELTS معقدين وصعب ومستحيل وإلى آخر، ال IELTS نفسه، إذا تقول أنك تجيبه تسعة، عشان تجيبه تسعة، أيوه صعب الموضوع، أيوه الموضوع شو ما مستحيل، عشان تجيب درجة تسعة، لكن تبغى تجيب درجة ستة، سبعة، الجامعات ماكسموم تطلب سبعة ونوص، ماكسموم، فجيب درجة سبعة خلاص، أنت منتاح، حتى للدكتوراه إلى آخر، فإحنا نحتاج سبعة من تسعة، ما نحتاج تسعة من تسعة، فإن شاء الله الموضوع ترى أبسط، خلها من هذه الناهية، هتفهم الموضوع أكثر، لأنه عشان، فأكيد هتخمن كلمات، أكيد ما هتعرف كلمات، أكيد شي رح تكون صعب عليك، أكيد رح تكون عندك أغلاط كثير، إذا جيب ستة من تسعة، تقريبا رح تغلط عشرة إلى تست عشرين خطأ، هتغلط فيهم من أربعين سؤال، كلام الليدي حين فهمتوا من هنا، من هذه الأشياء الأساسية، أنه قاعد يتكلم عن مدينة كانت زمان تاريخية، وكانت فيها حضارة ومدري إيش، كلام شيء زي كذا، تمام، فعندما يتكلم عن مدينة كانت الأمريكا في ساتة أمريكا في بلدى أساسي، كانت مستعد لفعله أعجابه في حياته، أقول لنأخذنا هنا، لا يحتاج أن أكمل الجملة، ننتهي هنا، ما الذي فهمته من سطرين؟ عبارة عن الاكتشاف، تمام؟ ما الذي فعله؟ ما الذي اكتشفه؟ تمام؟ اللي هي هذا المدينة، اكتشفها، فهو يتكلم كيف اكتشفها، موضوع عبارة عن تخمين انك تقول اوكي هذه اول فقرة وبتكلم عن وقال لما اكتشف هذا الاسم وهذا المكتشف في العام الفلاني دخل واكتشف اكتشاف عظيم هذا ايش معناه هذا معناه الفقرة بالكامل الستة سطور الجاية كل هذا الفقرة هتتكلم عن الاكتشاف ايش اكتشف مت اكتشف عام ايش اكتشف كل المعلومات موجودة هنا نروح للفقرة وبعدها هنلاقي انك اتكلم عن موضوع الثاني فقط نقرر السطر الاول وسطر الثاني اول جملة الاولى ونكتبئ العنوان على هامش هاد الفكرة رح تساعدنا انه ندور ايجاب بشكل اسرع هشوفه لما هناخد تكملة المثال ايش نكمل لاخد الفقرة البعدها وين هذا الشخص and his team set off down ايش هاد الشيء ماني متكد منه in late January they had an advantage over travelers who had been preceded them the track had recently been blasted down the valley canyon to enable rubber to product by madri eash الى اخره مرة ثانية صعب ومعقد ومرة ثانية ما نخاف ان هذا الموضوع لان الموضوع طبيعي دائما الاسماء ما يحتاج انك تتعلمها الاسبالينغ الامور القراءة ماهو تركيزك في اختبار القراءة القراءة كل تركيزك انك تقرأ بسرعة وتلخصها المعنوع كل اللي تحتاجها بقسم القراءة مو انك تفهم القطعة ومو انك تعرف كيف تنطق الكلمات اللي تبغى انك تفهم الاسئلة تجاب عليها وتطلع صح هذا هو هدفك في الاختبار الايض الاشياء اللي انتو فهمتوها عرفتو انه هو لما كان راه مع فريقه في هذا المكان كان شي حاجة سعادتهم advantage معناها حاجة ايجابية ايجابيات صح ولا لا وبمعنى اخر وليها معنى اخر اللي يسمى انه كان عندي حاجة ايجابية ليا حاجة كانت في طرفي مثلا الجو كان في طرفنا هذا معناه اليوم رحنا البر والجو كان في طرفنا كان ساعدنا فهذا معناه the climate was on our advantage شي زي كده فهذا معناه ايش ال advantage اللي كان عندهم وبيش رفعه نحن ما فهمنا ايش ال advantage اللي شرحوه بالظبط في حالة كده مناخية سارت والوادي انشق ومدري ايش شي زي كده صار فهذا معناه advantage فالفكرة انك لا تجلس 10 دقائق تفكر وتحط العنامين بس اللي قدر تفهمه تخمنه وتكتب على شكل عنوان البداية الخطوه هذي رح تبدو انها سخيفة بالنسبة ليك ايش تستفد ما استفد شي لانك لسه ما جاوبتها لسه عنك اسئلة ما عبيتها تمام هذي هتاخدنا خطوه التاني ورح تفهموا ليش الخطوه الاولى كانت مرة مهمة اقرأ السؤال وحلله الى اجزاء هذا معناه هذا الاسم نحدده نقول انه راح هنا هو راح عشان هذا الشخص راح الى ساوت امريكا عشان يبحث عن هذه المدينة صح ولا غلط ولا ما هي موجودة اذا الاجابة صح هذا معناه كل هذه المعلومات الاساسية اللي حللناها لازم تطابق القطعة false واحدة من هذه المعلومات مخالفة تماما غلط not given واحدة من هذه المعلومات مهي مذكورة ليش حطيت دوائر على هذه الكلمات ليش حطيت دوائر ليش طيب يعني ليش ما حطيت دائرة هنا الاجابة انه ابغى اركز على الكلمات الاساسية اللي راح ابحث عنها في القطعة اللي راح تكون عبارة عن الاجابة وانت مالية علاقة وانت معناها راح اكيد راح لدي الساوثم فهذه ما هي كلمة اساسية هذه ما هي كلمة اساسية هذه الاربع اشياء هي اساس الكلام وهذه راح الجملة راح يتم اعادة صياغتها في القطعة في القطعة ما راح تلاحظ الجملة زي ما هي موجودة الحين احنا خلصنا خطوة ثانية اخدنا السؤال كامل حللناه حطينا عيني دوائر وفهمنا السؤال طيب الخطوة الثالثة عبارة عن دور في المكان الصح في انت اعتقدر اجابة موجودة هذا السؤال يقول الشخص هذا راح لساوث امريكا عشان يدور هذه المدينة في اي فقرة اكيد في الفقرة الاولى دوبة دوبة نقريناها وقال انه تم اكشاف هذا المدينة فهذا معناه ان الفقرة الاولى فيها الاجابة 100% فبدل ما انا اجي ودور اقول مني عارف اين اجابة وضيع وضيع عليها يعني بوقت طويل يمديني احل السؤال الاول في دقيقتين معايا عندنا الشخص هذا موجود اسمه صح فهذا ممتازة موجودة وراح ساوث امريكا ممتازة موجودة تمام طب نقرأ هل هو ذكر انه كان يبغى يدور حاجه اسمها تمام هذا معناه يبغى ايش كان يبغى يسوي عشان يدور المدينة اللي اسمها كده وهذا الكلمة كان يبغى يدور على هذا المدينة وهذا المكان طب ايش هو لانه صراحة في البداية هذا الشخص كان يبغى يدور على مدينة اسمه انسي ايه حسب السؤال لكن هنا يقول لا يبغى يدور على هذا المدينة طيب حلو نيجي نكمل يقول لسه يكمل يقول هذا الشيء هي عبارة عن العاصمة الأخيرة لإنكا تمام هذا معناه الاجابة صح لانه هي مدينة إنكا صح ولا لا يعني ايه وصح هي تم اعادة صياغتها هذه موجودة هذه موجودة هذه موجودة فاذا الاجابة true اذا نكون حلينا سؤال الأول بالكامل وطبقنا تكنيكة حاد قدام عيونك فملاحب انت وانا ما قدرنا نفهم القطع الكلمات كانت صعبة معقدة مدير كلام ومدير ايش اذا جلست وجيت احلل افهم كل حاجة وحاول اجلس خمس دقائق افهم الجملة مرة تانية حضيعوقتي ما راح يحمديني نحل القطع الباقية وحجلس اضيعوقتي وفنانا يفاهم حاجة وجابة احتمال كبير حتطلع غلط لكن احنا ركزنا فقط على المطلوب مننا حددت العناوية بشكل سريع حللت السؤال جعد دورت في المكان الصح وطلعت الاجابة هذا هو الحل السريع وهذا تكنيكة حاد عمليا ابغى اسألكم تحين ايش الاشياء الصعبة اللي تواجوه في تكنيكة حاد اللي منكم اول مرة بشوفها قللي ايش رايك واش تبغاني نكمل لانه نكمل هناخد تكنيكة حاد هنجرب على عدة اسطيلة زي موعدتكم قبل ثلاث ايام اعطوني ايش رايكم